شرد الرئيس عبد الفتح السيسي على الأهمية مواصلة العمل على توحيد الصف العربي وتضامنه لمواجهة التحديات التي توجه المنطقة العربية وأكدنا عدم سماح مصر بالمساس بأمن واستقرار أشقائها في دوايا الخليج وأن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر جاء ذلك خلال اللقاء الرئيس السيسي في الرياض مع العهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز السعود ومن جنبه أعرب العهل السعودي عن تقديره لدعم مصر للسعودية في مختلف القضايا ولإسهامات أبنائها في العديد من القطاعات ودورهم في تحقيق التنمية في السعودية وأكدا حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر على كافة المستويات